موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين اليوم نهارة 2-2 شباط لـ 2015 عالم صباح جديد وفقرات جديدة من هلأ ولغاية ساعة واحدة بتوقيت بيروت للأسف الشديد الإرهاب بعضه عم يضرب كل المحلات أكيد بعضه عم يتوجه لكل الناس وينما كانوا موجودين حتى بالأماكن المقدسة حتى لزيارات الأماكن المقدسة عم بيكون موجود وينما كانوا عم بيستهدف كل الأشخاص وأيضا للأسف مبارح اللبنانيين كان عندهم حصة كبيرة منها الأزى والإجرام اللي كان عم بيصير مبارح بسوريا أكيد الله يرحم كل الشهداء الله يحمي كل اللي رجعوا بخير وإن شاء الله يراب ما بيقعد بيتكرر وديما نفكر أنه هيدا مش أيادي مسلمة مش أيادي بتدعي أو بتقول باسم الله وبتدبح كل الأشخاص إنما هيدولي أيادي متطرفة أيادي مجرمة أيادي إرهبية بالدرجة الأولى اليوم عالم صباح رح يكفي معكم مع محطاته بنتصبح بالخير الشف شادي صباح الخير شف صباح خير غيدة صباح خير لكل المشاهدين وأنا كمان أكيد بدوري بعز كل أهالي كمان الشهداء لقضيهم بيرح بالحافلة كمان بسوريا و الله يصبر أهلهم يا رب ومثل ما قلت بشد إيدي على إيدك بموضوع كمان الإرهاب نحن اليوم عم نعاني من أزمة كتير كبيرة إن شاء الله اليوم يكون نهارنا كمان حلو نوصل كمان البسمي على كل أوجه كمان المشاهدين وبتمنى لكون نهار حلو يا رب إن شاء الله يا رب أكيد ورحنا متابعين مع كل المشاهدين خلينا نشوفوا هني محطاتنا لليوم بعالم الصباح بحلات اليوم من عالم الصباح من تابع لأبراج مع كارمن عصحة سلامة حملة Heartbeat Association لمساعدة الأطفال يلي بعانوا من مشاكل القلب خفيف نظيف هل بتعانوا من السمنة الزيدة؟ كارلا بطريقتها الصحية بتخبرنا كيف من علاجها كين دا بتتلاقي اتصالات المشاهدين وبتجاوب على الأسئلة بأرض ورد كيفية تطوير الذكرى السماعية عند الأطفال مع مايا بولادة بالدني أجدت أخبار الفنانين والمشاهير مع ميلاد بناس وناس الحقيقة ووجهات النظر مع تانيا بخلينا نحكي ضيفنا بعرفنا على المهرجين التكريم لأم كلثوم ورشة ملح مع الشبشادي على الرز الأصفر مع المكسرات المقلية متل ما شفته بكرة راح يكون في مهرجين كتير مهم لتكريم السيدي أم كلثوم اللي بيصادف بكرة ذكرى 40 سنة على رحيلة ولها السبب اليوم حبيت إطرح عليكم هذا السؤال على الفيسبوك شو هي الأغنية المفضلة لألكون لكواكب الشرق السيدي أم كلثوم وأكيد راح تابع معكم بتعليقاتكم على الفيسبوك طيلة النهار راح نبدأ مباشرة مع أول محطة بعالم الصباح مع كارمن والأبراج صبحكم بالخير يوم التنين اتنين شباط فبراير اليوم الأمر بعدهم رفقنا لليوم الثالث على التوالي من برش مائي برش السرطان والأجواء بعدها جيدة للأبراج المائي مولود برش السرطان مولود برش الحوت وأيضا موليد برش العقرب كيف راح بيكون نهارنا؟ منبدأ مع أول برش برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحمل الأجواء يمكن تكون جيدة إذا أنت بتاخد الأمور بروح رياضية ويمكن تكون متقلبة حسب مزاجك لذلك بيبقى عليك أنت اليوم تسيطر على عصابك وتخليه النهار يمرق مرور الكرام وابعتبر المولود الأوفر حظا 24-25 أدار مارس ننتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور نهار نشيد جدا نهار بيتطلب منك أنك تفكر بكل كلمة قبل ما تقولها هيدا نهار يمكنني أقدم لك فرصة لحتى تقدر تفسر وتوضح مسألة معينة لتقدر تتقدم الأجواء جيدة نشيطة فقط مطلوب منك أنك تكون ملحق على القصة بيبقى 4 و 5 أيار مايو الأكثر حظا ننتقل لبرش الشوزاء مولود برش الشوزاء الأجواء اليوم جيدة بتحمل لك ربح بتحمل لمولود برش الشوزاء يمكن امتحان أو تقييم لأدائك حاول مولود برش الشوزاء تكون ممشى الحال وتكون أنت محضر حالك وواصل للامتحان أو لأي موقف معين تكون واصل إنك وانت مستعد يمكن اليوم يكون فيه مصاريف لرحلة استجمام أو لعطلة لعطلة أو لإجازة الأجواء فيها تكون أيضا جيدة وتستلم مصاري أموال أو يمكن دعم من الخارج أو من مصدر بعيد بيبقى لأكثر حظا اليوم مولود 2-3-4-5 حزيران يونيو ننتقل لبرش السرطان مولود برش السرطان الجو اليوم نشيط جدا لأنه الأمر ببرشك الأجواء اليوم بتحمل لمولود برش السرطان دعم جديد بتحمل قدرة جديدة لحتى تشوف الأمور من منظار مختلف الأجواء نشيطة إيجابية وحلوة وبتحمل حتى التغيير في مسار ما فحط حالك بالجو وما تخاف إنك تتخلص من مسألة من كتير على زوءك الأكثر حظا اليوم 30 حزيران وحتى موز يوليو ننتقل لبرش الأسد مولود برش الأسد بعد الأجواء ضعيفة وفارغة من كل حظ ومن كل تقدم صار لك يومين الأجواء صعبة الأجواء عم تشد فيك نزول عم تشد ضدك واليوم أيضا بكرة الأجواء مختلفة بكرة وبعد بكرة بيكونوا حلوين أما اليوم فما تتكل وما تراهن على الحظوص لحتى ما تطلع سلتك فاضي أو ما تطلع أنت زعلين وخائب الأمل بعد عن المشاكل انتبه مولود 5-6-7 أب أغسطس بنكمل مع برش العذراء مولود برش العذراء ما تأجل أشياء مهمة ممكنة اتصالات أو زيارات أو معيد لبكرة أو الأربعة الجو اليوم نوعا ما بتسهل نوعا ما اليوم فيه تيسير لأمورك وبالتالي تحرك طلوب مساعدة تلفن اتصل بأصدقائك بأهلك بأحبائك حاول أنه تشتغل ضمن المجموعة مش لحالك بيبقى المولود الأكثر عرضة للإمثالات اليوم هو مولود 9-10 أيلول سبتمبر فانتبهوا منكمل مع برش الميزان بالنسبة لبرش الميزان الأجواء اليوم صحيح متوترة شوي يمكن بسبب أهمية عمل ما أو مسئولية ما لكن بقلك إنه إذا كنت أنت منضبط ومحضر حالك راح تكون فعلا مبسوط ونكيف وربحان كتير يمكن ما اليوم تحصل عن نتيجة لكن اليومين 3-4 وال5 الأسبوع المقبل فيه نتائج حلوة كتير بتنبسط لذلك حطها لك براسك وعطيه متل ما لازم بيبقى الأكثر حظا نسبيا 6-7 أكتوبر 2021 منكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب اليوم أريح من بكرة اليوم نهار حلو لتروج لفكرتك لعملك لحتى تقدر تتواصل مع شخص أنت تبحث عن التواصل معه الأجواء حلوة وجيدة مريحة مطمئنة ويمكن يكون فيه نوع من مصالحة مع أشخاص بتعزن قريبين عليك بيبقى المولود الأوفر حظا 31 أكتوبر 1-2 نوفمبر ننتقل لعبرش القوس بالنسبة لعبرش القوس الأمور تدريجيا بتتحلحل تدريجيا بتتسوى تدريجيا بيمشي الحال بين اليوم وبكرة الصبح مفروض يكون فيه أمور صارت واضحة وبكرة فعلا تقدر تاخد النتيجة يلي أنت عم بتبحث عنه حاول تسير حاول تجامل تابع الأمور مثل ما لازم ما تترك شخص آخر يستلم موضوع عنك حاول أنت اليوم تلاحق وتتأكد أنه خلص مثل ما لازم 10-11 ديسمبر كانون الأول لأكثر حظا منكمل مع برشل شدي مولو برشل شدي ما كتير تتدخل بأمور ما بتخصك وما كتير تتفلسف وما كتير تتوجه كلام ما لازم تتوجه فيه بعد عن الملاحظات والانتقادات اليوم مش وقته ركز على عملك فقط لغير وحاول أنه تكون ديبلوماسي بقدر المستطاع يعني اليوم بعد عن المشاكل خاصة 4-5-6 كنون التاني يناير ننتقل لبرشة دلو بالنسبة لبرشة الدلو الجو اليوم فيه شغل كتير يبشر بشغل من أوله لهنهار وبالتالي مطلوب منك أنك تركز بهنهار على الشغل المهم والضروري جدا من المستحسن أنه اليوم تكون عارف حالك شو هي الأجندة ممكن عمل واحد عملين ثلاثة أو عشرة نظمون شغلة شغلة لحتى يمشي النهار 2-3 شباط فبراير على أكثر حظا منكمل مع برشة الحوت بالنسبة لبرشة الحوت اليوم فيه إيجابيات وفيه حلحلة وفيه انفراج وبتحس حالك أنك متطمن نوعا ما بعكس التلاتة الأربعة الخميس والجمعة يلي هني صعبين لذلك استفيد بقدر المستطاع قوم باتصالاتك قوم بتحركاتك قوم بزياراتك حاول أنه تتصالح مع جيرانك مع أهلك حلحلة اليوم نصيحة وما تأجل وبعتبر موليد 6-7 أدار مارس يمكن هني الأكثر عرضة للإنفعالات ولمشاكل بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هيدا سنة جيدة سنة بتشغلك بتتعبك شوي هيدا سنة متطلبة لكن معقولة تحمل لك مكفاءات مهنية وأيضا حتى صحية شباط فبراير حزيران يونيو أكتوبر 21 هني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة براجل تيدي باي باي بالنسبة لتعليقاتكم بموضوع الفيسبوك وموضوع أغاني سيدي أم كل سوم سابرينا عم بتقول بصراعة أغلب أغانية حلوة مثل دارة الأيام وأغدا ألقاق فهذا هيدول الأغاني اللي هلأ عم تحضر على بيلة لسابرينا فاسما عم بتقول أنه في أغني كتير بتحبه وهي أنت عمري وأيضا في سيرة الحب وهذه ليلتي حكم الأمل حياتي ساميرة عم بتقول سيرة الحب وعم بتصبحنا من كندا لكل كادر عالم الصباح اللي بتتابعوا كل يوم وبتحسسونا بريحة لبنين هيدا الهدف الأساسي أكيد لعالم الصباح والحمد الله لما منشعر بهيدا الشيء ولما بتوصل الرسالة اللي قال لكم وينما كنتم موجودين بكل أنحاء العالم ومنحس أنه نحن فعلا جسر تواصل بين لبنين وكل أرجع العالم منحس فعلا أنه الإنجاز الكبير اللي عملناه وحققناه قدرنا وصلنا لكم وقدرنا نكون موجودين معكم وينما كنتم رح نتابع محطات عالم الصباح بعد لحظات ضيفتنا رح تكون اليوم عن موضوع هارتبيت بستوديو عالم الصباح خليكم معنا